لكن أنا معاك جداً أن كان مستواناً للقال لي مش وحش يعني بعد الوحش بشوية لأنه المسلماني كان بيعتمد على مجموعة معاناة من اللعبين أولياً استنزفهم بدنياً وفنياً ما كانش فيه أي روتيشن ما كانش فيه أي استشفاء كان فيه أجهزات طويلة جداً ما كانش فيه أي حاجة أصلاً تفائل لعيبة ما كانش فيه أي دوافع عشان كده كان يعني فيه ناس فيه ناس اللي هو الجمهور البسيطة أنا دايماً بتكلم عنها يا شفاء أن المسلماني راح ما كاننا يقض impacts وإزاي 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 لكن كان لازم يهمش المسلماني نخرج من المسلمان البطولات والبطولات أو كان الحظ معاه أكتر لكن ثم التأتي بيتي هل تعرين مسلماني كان بيكسب الحظ ؟ كان محزوز المسلماني كان محزوز بشكل كبير وآوي نحن بنتكلم بصراحة زائد أن أنت أنا بقول لك أنت بتيجي سبحاني يقول لك والله بطلتين أفراكية تنين برونزيت كاس عالم دوري يعني ما أصل الحظ أحياء بيخدمك مرة ممكن يخدمك التانية بس مش يخدمك في بطلات عديدة كنت لسه أقول لك اللعيب دايما بيطلع كل حاجة عنده خلاص محتاجك أنت كمدرب تمدله إيده تمدله إيدك أنت كمدرب ما كانش بيلاقي اللعيب نادلعي لكده خالص خالص أنت أم تلعب في كاس العالم لأن ده أنت بتخلق دوافع لنفسك أنت كلاعيب كورة أنا بلعب هتلع أقصى حاجة عندي تتخيلها في حياتك لو جبت لعيب مبطل ووديته كاس عالم أندية والأجواء والدنيا دي كلها يطلع يطلع حاجات أصلا أنت تستغربها فاللعيب لو ما عندهش دوافع وما فيش عنده أصلا كمان مساعدة فنام المدرب بتاعه مش هتلاقيه الدوافع خلصت وكل حاجة خلصت عشان كده كنت بتيجي النسخة بتاعت الدور العام تحديدا اللي هو بعد ما بتيجي من بطلات كبيرة أنت مفيش عندك حاجة أنت خلاص كان دور المدرب كان لازم يبان في الحاجات الصغيرة صحيح ما كانت شبايت خالص لكن أنا معك طبعا الحظ ما بمشيش لكن الحظ هو فيه مدربين محظوظين كتير جدا أنا شفتهم معصورت أنا مدربين محظوظين أنا لعبت معهم